اشتركوا في القناة كي يشتغل على حقوق نساء دوات الإعاقة تم استداء دينا لتحدث حول قضايا الأشخاص دوي الإعاقة خاصة مدونات البسرة اللي سبق لنا وأننا قدمنا حتى احنا من الجمئيات مع التحالف قدمنا المقترحات دينا لتعديل بعض المواد المتعلقة بالمدوانة كين إشكاليات كبيرة اللي كتعاني منها النساء دوات الإعاقة كتعاني من تهميش كتعاني من الإقصاء كتعاني من التهميش حتى أحيانا من الجمئيات النسائية وهذه إشكالية اللي كلمتوها دائما الأدد دي الموتى مدرسات من النساء فوضعية إعاقة مازال قليل ضعيف بزف واحد الرقم اللي ما كوي يحققش الأمال دينا والمبسغة دينا النساء اللي كيوصلوا للمراكز القرار تقريبا منأدمات التمثيلية داخل البرلمان والمجالس المنتخبة أيضا منأدمة بسيتنا كانت عندنا واحد سيدة اللي كانت قبل من ولاية سين القضايا دي الأشخاص دوي الإعاقة إلا ما دخلوش البرلمان وإلا ما تناقشوش كقوانين أو مقصرحات قوانين شريئات جديدة ما يمكنش لنا أننا نقدرون نوصلوا لنافاذ الحقوق المدونة بنسبة المدونة الأهم المواضيع كانت المصطلحات لأن المدونة الحالية فيها مصطلحات قضحية بنسبة لأشخاص دوي الإعاقة تكلمنا على النفاقات تكلمنا على الحضانة تكلمنا على الأهلية القانونية اللي كتشكل واحد الإشكالية كبيرة بثاف وبتالي بسبب الأهلية القانونية كيتحرموا الأشخاص دوي الإعاقة من مجموعة من الحقوق ديالهم بحل الفتح حساب بنكي يعني عندنا مجموعة ديال الحقوق اللي مرتبطة بالأهلية القانونية بالإضافة أن الأهلية القانونية فبعد الأذهان ما غديش نعمه دائما مرتبطة بالإعاقة يعني كيف ما كانت الإعاقة كي ربطوا معها الأهلية القانونية بالتالي كي يصبح حق الأشخاص في وضعية إعاقة مسلوب تعليفات الواضحة وتعليف والنود قدمي للتسميات الواضحة عبر تفسير توضيحات الأمور نحن نتظر لله قوي وذلك وذلك وقدائب أمار القضية وهي قضية مجتمعية تتطلب أولا ترافعا ونضالا لأولا لتسحل المفاين الطيران للتصور وخاصة من الفصل 34-71 لنص على منع التمييز على أدي والجمعيات الفاعلة في مجال الإعاقة والقصار لأنهم لكي يحسون الإعاقة لا يحتاجون إلى إحسان ولكن يحتاجون إلى دمج وهذا ما نبتغي من الأشخاص في وضعية إعاقة وأنا شهادتي مجروحة في كل المناظرين الحاضرين معنا سواء الأستاذ سميرة بغدي سواء الأستاذ أحمد أيد إبراه بس خير ويكون لكل أبات سواء الأداء الحاضرين معنا واللي تعيشوا تعيشوا ويمتغلوا من أجل إحقاق الإتحاديات وفي إتحاق شركة القوات الشعبية لأنه وضعية هؤلاء الأشخاص ووضعية جزء من المغاربة ممن خارج اتزامة المغارب الدولية في مجال العقا وفي مجال الأنسان بشكل أهم من أرم منظمة نساء الإتحاديات وفعاليات لأشخاص في وضعيات إعاقة ننظمه حول الإطار القانوني الوطني اللي تنظمه يسر الحياة ديال الأشخاص في وضعيات إعاقة اللي مختارين ندويه على مدونة الأسرة وعلاقتها بالأشخاص في وضعيات إعاقة سواء كانوا نساء أو رجالا أو أطفالا حتى نعتبر على أنه ما يمكن لنش نبقى نضره غير الأسر اللي تنعتبروها ماشي في وضعيات إعاقة وتنعتبروها ما عندهاش إشكاليات صحية ولكن احنا بالنسبة لنا أنه اليوم في المغرب لدينا أشكال متعددة من الأسر ولدينا أشخاص في وضعيات إعاقة خاص القوانين تأخذ بعين الاعتبار هذه الحالة الوضعية ديالهم وحالتهم الصحية ما يمكن لنش ندير قوانين جديدة تنظم المجتمع وتنظم الأسرة دون أن نستمع إليهم دون أن نستمع إلى ترافعاتهم ودون أن نجعل منهم جزءاً جزءاً أساسياً في مركز تغيير ديالهذا القانون الكل يتعامل على أساس بأنهم مكملين للمجتمع والأصل أن هذا نظره خاطئة لأن اليوم عندنا أشخاص في وضعيات إعاقة عندنا أمهات راعيات للإعاقة عندنا آباء راعي للإعاقة وهذو كاملين خاص قانون من المدونة الأسرة لأنهم يأخذوهم بعين الأعطيبة فين كيفين تجلاتي تتجلات في صورة الزواج تتسندل في الحضانة تتجلات في النفاقة وهذا الشخص وتتجلات في الولاية القانونية وهذا الشكل خاص يتصحح تصوروا معي أنا في المدونة الأحوال الشخصية، المدونة الأسرة الآن هناك الطفل، الطفل اللي تكون في وضعية إعاقة خاص مو تتخذو بشكل أو بآخر ما كيش دك لا واش الحاضين يقدر يكون أب ولا تقدر تكون الأم لا، إن فو تطلق خاص الأم هي تتخذو، الأب ما تيبقاش عنده معاته حتى شي علاقة على الأقل نقوله عاطفية أي وخليه بغض نظر على العلاقة المادية وغير ذلك، وهي أعتبره لأنه أيضا في شروط الزيال الزواج، في الأهلية ديال الزواج، هات شي خصوية قاد وخصوية صحيح وخصنان راعيه داخل قانون مدونة الأسرة لوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة حتى فشا تكون قضاء تدير الشهاد وتيحكم مثلا بأجرات النفاقة أو لا أجرات الحضان والغير يختراعي لأنه من يحضين أو من تحضين طفلا في وضعية إعاقة ما ش بحال الطفل آخر ما ش بحال الطفل ليتنعتبروا أنه ما عندوش إعاقة حيد تكلوفة ديال الطبيب دياله، تكلوفة ديال التدريس دياله، تكلوفة ديال الرعاية دياله الصحية، تكلوفة ديال الرعاية دياله في الأكل وفي المطعمة وفي اللباس كبيرة جدا، وهات شي ما تتخاص بعلاحين وبالتالي سنكون جاحدين إن لم نأخذ بعين الاعتبار وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة ونحن نطالب المراجعة الشاملة لمدونة الأشرى وأيضا ما يمكنش نتعاملوا مع هذا الموضوع بالمركب غير تكميلي أو لا غير تنحاولون نرضيه واحد جانب من حقوق الإنسان لا، هذا مكون أساسي في المجتمع المغربي، مكون أساسي في الأسرة المغربية جزء من هذه الأسرة المغربية لاستماع لها والإنصة الله وتقاسم مطالبه وحقوقه وحاولة تحقيقها وإعمالها في المجتمع ضرورة لتقدم المجتمع المغربي وضرورة لبناء مجتمع حقيقي يحمي كل فئاته بكل وضعياتهم الصحية والنفسية والاجتماعية وغير ذلك ترجمة نانسي قنقر